واضح انه الرئيس بجد انا بتكلم بقى التقييمي اعلامي كان مرتب الفكر جدا وكان واضح وعمل حاجة انا عايز بس اصطرع انت بقى تقول ايها والله بس انا بقول لكم حاجة حصلت مش بقول لكم حاجة هتقول لي انت بتحاول بقى تطلع ومش عارف لا 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 هذا الرجل لم يتحرج وهو هناك انه هو يبقى عارف انه هو بيمثل دولة عربية اسلامية ولذلك عندما يذكر الامر في اهانة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب ان يرد لم يكن دبلوماسيا وكان ممكن ما يعلقش وعلى فكرة كان ده حيبقى اللوب النهاردة ده كان حيبقى الدائرة ده انه راح وكان دي الدولة ده اهانة الرسول وهو لم يتحدث في الامر كان شجاعاً ولم يتحرج ان يقول للرئيس ماكرون وجهة نظر وجهة نظر العالم الاسلامي ليعبر على العالم الاسلامي والعالم المتدين كله لانه احترام الاديان ملايش علاقة بالاسلام اسلام ومسيحية ويهودية انه يتحدث عن انه الاساءة التي تحدث للاديان هو شيء مقدس وتشوف بقى الحوار لما ماكرون رد قال له لا احنا الموضوع عندنا موضوع المقدسات ده مش موجود عندنا احنا عندنا حرية الانسان وانه هو يعبر عن نفسه وجهتين النظر كنت شايف الحضرتين ولكن وقف عبدالفتاح السيسي اليوم معبرا عن وجهة نظر العالم الاسلامي ولذلك لم يستطع احد بيحبه ويكرهه انه هو يقول ان هذا الرجل لم يكن واضحا شجاعا وبلغه برأي العالم الاسلامي كله بشكل راقي وبشكل محترم موسيقى